الموسم اللي جاي يا جماعة مرعب مرعب في الضغط حكاية انا هقولك بحسب زاقرتي اللي هفتكره من بطولات واحداث ته عندك ما تبقى من بطولة كأس مصر عن الموسم الماضي وعندك بطولة كأس مصر الموسم القادم عندك بطولة السوبر الابطال الجديدة اللي فيها اربع فرق السوبر المصري وعندك وعندك دولة ابطال الافريقية وعندك الكنفدرالية وعندك الدولة الافريقية اللي هشارك فيه النادي الاهلي وعندك تصفيات كاس العالم وعندك اولمبيات وعندك كاس الامم الافريقية وعندك كونفدرالية وعندك ايه تانا جماعة فكروني ده كتير اوي وعندك السوبر الافريقية مباراة السوبر الافريقية بتاعت الاهلي كتير كتير سيد كاس العام الأندية كمان للأهلي في نقطة مهمة لازم نقعد من دلوقتي من دلوقتي شوف هبا بقول لك من نص ساعة فاتت نقعد ونقول هنعمل ليه في الموسم اللي جاي أرجوكم يا جماعة ما تسيبوش كل حاجة بطريقة هتمشي إن شاء الله طبعا كل حاجة بأمر الله نخطط صح أرجوكم هتقول ليه مالك متوتن ليه يعني متعصب ليه هقولك ليه هنخش الموسم اللي جاي بص يا سيدي هقولك لو ما خططناش الأهلي بيعترض على ضغط المباريات وإنه بيمثل مصر في البطولات الكتيرة اللي هيشارك فيها وإنه محدش واقف جنبه الزمالك عايز الأهلي يخلص مواجلاته عشان ياخد حقه نفس الأمر بالنسبة لبيرامدز منتخب مصر روي فيتوريا متدايق إنه ما عندوش أوقات لمعسكرات كافية عشان استعادها لتصفات كاس العالم وكاس الأولم الأفريقية ميكا ليه متدايق إنه ما لعبش مباريات ودية قبل الأولمبيات هتخش في 80 حكاية مقررة لو سمحت يا مسؤول عن الكورة في مصر ربط اتحاد أي حد اعودوا كده ورتبوا ترتيبة ساليمة ما تخرش المية وقولوا هنعمل كده طيب وبلاش الجو اللي هو بتاع إيه أصلحنا ما كناش واسقين إن منتخب مصر هيوصل للنهائي فالطريقة نأجل مباريات زيادة فده ضغطنا أصل الأهل يكمل لحد النهائي ولا الزمالك وسل النهائي الكونفدرالية ولا بنا مش عارف إيه واصلهم لما وصلوا للآخر ما كناش عاملين حسابنا فالدوري هيطول معنا شوية أصل مش عارف الحاجات اللي هي إيه قال يعني كل حاجة مفاجأة أنا أكيد أني حراك المسؤول أنت عارف كل ده وبتفاصيله أكتر مني مئة مرة وعارف أنا ولو سألنا واحد في الشارع هيبقى عارف فمش كل حاجة تبقى مفاجآت مش كل حاجة تبقى بالنسبة لنا مفاجآت وهي مش مفاجآت فننتب طيب بعد ما عادنا مع بعض دلوقتي اللي هو من نص ساعة اللي بتقولك نجاية نعم من نص ساعة عادنا مع بعض ولقينا الموسم اللي جاي ده ينفعش يتلعب أصل حلو اطلع بقى قول الموسم اللي جاي جماعة مش ينفع يتلعب مثلا يعني قول إن الموسم اللي جاي لازم يتلعب من دور واحد مثلا يعني قول إن الموسم اللي جاي يتلعب دوري من مجموعتين مثلا يعني ادي حلول بس ما تسبناش لمصرنا كده اللي هو إيه تعال بس نخش تعال نبدأها بس وإن شاء الله ربنا هيسلكها زي ما سلك قبل كده كفايانة بقى كفايانة تعب أعصاب وضغط وبيانات وقصص وحكايات خلونا مرة نبقى منظمين قوي مش منظمين بس اصلا يجي يقولك إيه ما إحنا لقى إحنا بنتعب ومنشأ آه أنت راجل منظم بس الضغط ده محتاج تنظيم قوي محتاج حلول إبداعية محتاج ابتكار محتاج حلول حاسمة يعني إيه زي ما بقولك كده يعني قلت لكم من كام يوم إن فيه مقترح إن الدور يتلعب من دور واحد لو ده أصبح الحل الوحيد اعمله لو ده أصبح الحل الوحيد ده مش حاجة مثالية طبعا نلعب الدوري بدورين ده طبيعي بس لو ده بقى الحل الوحيد في موسم مضوط جدا للموسم اللي جاي اعمله عشان ما لقيش نفسينا بخلصين الموسم اللي جاي في شهر 11 ولا شهر 12 تبقى مصيبة عشان ده بيضغط بعد كده الموسم اللي بعدها وبنبدل إيه نلم ورابع دينا شاء الله خير بإذن الله الأمور تبقى يد شكرا للموسم